اشتركوا في القناة من اسباب هذه الظاهرة سوف نبدأ الحديث بعد قليل لو سمحتم ما هي اسباب ظاهرة التعصف الطائفي عند المسلمين من السنة والشيعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد قليل نبدأ ان شاء الله الحديث عن اسباب ظاهرة التعصف الطائفي عند المسلمين من السنة والشيعة وقد تحدثنا يوم أمس عن مظاهر التعصف الطائفي ما هي اسباب ظاهرة التعصف الطائفي عند المسلمين السنة والشيعة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هي اسباب ظاهرة التعصف الطائفي عند المسلمين السنة والشيعة يمكننا تحديد ثلاثة عوامل لظاهرة التعصف الطائفي بصورة عامة بصورة عامة وبالخصوص لدى الطواف السنية وهي القرارات السياسية التي يتخذه الحكام والتقليد الأعمى والجمود ورفض الاجتهاد لدى فئة كبيرة من العلماء وثالثا المصالح المادية لفئة العلماء هذه كلها تساهم في صناعة التطرف والتعصف لكل طائفة ولكل فريق أولا القرارات السياسية نشأت الخارطة المذهبية التاريخية في العالم الإسلامي يعني هنا مثلا أحناف هنا شوافع هنا مالكية هنا شيعة مثلا اثنى عشرية أو زيدية أو كذا هذه الخارطة تكونت عبر التأريخ نشأت ليس بصورة عفوية وباختيار من الناس أن الناس مثلا في هذه المنطقة أرادوا اختيار المذهب الشافعي أو اختيار المذهب الحنفي أو اختيار المذهب الجعفري أو الزيدي أو المذهب الأخرى وإنما من تبني الحكام المختلفين عبر التاريخ لهذا المذهب أو ذاك ولفترة من الزمن وطبعا كانت كان الحكام يختارون المذهب للإفتاء إفتاء القانوني ومعالجة القضايا القانونية فكانوا يعينون مثلا شيخ ينتمي لمذهب أبي حنيفة مثلا فهذا يجيب تلاميته ويجيب أصحابه ويحطهم في كل دوائر الدولة دوائر القضاء في الدولة فيسود المذهب الحنفي في هذا البلد أو ذاك وكذلك المذهب الشافعي وكذلك المذهب الأخرى فقد تبنى العباسيون في زمن الرشيد المذهب الحنفي وأبو حنيفة نفسه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يعني ما كان هو على علاقة جيدة مع الدولة العباسية مع الخلافة العباسية ومات في السجن ولكن بعد ذلك مات في أيام المنصور طبعا وبعد ذلك جاء الرشيد هارون الرشيد وجاء بأحد تلامذته وعينه قاضي القضاة وهذا بالتالي مدى المذهب الحنفي فقد تبنى العباسيون في زمن الرشيد المذهب الحنفي وساعدوا على انتشاره في مناطق سيطرتهم وبالحقيقة يعني مذهب الإمام مالك كان بعيد أو ما كان يعني في المدينة كان ولو المنصور أيضا طلب من الإمام مالك أن يكتب الموطأ حتى يعني يجعل قانون في البلد ولكن غلبت المعتزلة وغلبت الأحناف فدعى الرشيد تبنى المذهب ثم تبنى المأمون الاعتزال مثلا ومن بعده من الخلفاء الذين جاءوا وتبنوا الاعتزال وبعد ذلك وجاء المعتزلة وحطهم في القضاء وقاضي القضاة وكذا وبعده تبنى المتوكل العباسي المذهب الحنبلي ضرب المعتزلة وقام بثورة عليهم يعني أو بانقلاب الحقيقة وجاء بأهل الحديث والسنة يعني الحنابلة كلمة سنة كان تعني في تلك الأيام الحنابلة فقط والأحناف لم يكنوا من السنة وبقية الخلفاء ترددوا وتردد الخلفاء الذين خلفوه خلفوا المتوكل بتبني هذا المذهب أو ذاك مرة يدعمون مذهب شافعي مرة يدعمون مذهب حنفي مرة الحنبلي إلى أن قام الخليفة القادر بالله العباسي القادر اجي سنة 381 أصبح خليفة البوهيون عينوه وكانت الخلافة ضعيفة جدا الخلافة العباسية والسيطرة والهيمنة لأسلاقين البوهيين كان الحكم بديهم والقوة بديهم والجيوش فقام هذا الخليفة القادر بالله بجمع المذاهب السنية الأربع الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي في بوتقة واحد أو في إطار واحد وأطلق عليهم أهل السنة كلهم سموهم أهل السنة ما كانوا قبل ذلك التاريخ يسمونه حنابلة أهل السنة بل أهل السنة عفوا ما يسمونه الأحناف أهل السنة الحنابلة كانوا يطلقون على الأحناف ذو الأهل البدعة معتزلة لأنهم وعادت الكفة التي تترجح بعد ذلك أيضاً بين الشوافع والحنابلة والأحناف كل يوم الحاكم يتبنى مذهب فينصر هذا المذهب ويحط ويوظف يعني مثل الأحزاب كانت تقريباً فالحاكم عندما يميل إلى حزب معين يجيبها الحزب ويحطه في الدوائر الدولة ذلك كانوا في القضاء أكثر شيء وهو القادر تبنى المذهب الشافعي وحط قاضي قضاء شافعي في بغداد فثار عليه الأحناف اللي كانوا معتادين الناس كانوا معتادين على المذهب الحنفي فرفضوا قالوا كيف تعين واحد شافع ما يصير يعني بعد ما يترسخ المذهب عبر الدولة حتى الدولة يصعب عليها أن تغير هذا المذهب أو أن تغير حتى بعض القادة والقضاءة أو ما شابه وأما في ظل السيطرة الأموية الأولى الدولة الأولى قبل العباسية فقد كان الإمام مالك أقرب الفقهاء إليهم وقام الأمويون في الأندلس عندما نشقوا عن الدولة العباسية وشكلوا دولتهم في الأندلس قاموا بتبني المذهب المالكي وقراءة نافع للقرآن اللي كانت أيضا قريبة من عندهم مو قراءة حفص قراءة نافع فكان فيه دوافع سياسية حتى للتعصب لهذا المذهب أو لهذه القراءة حتى قراءة من القرآن نظرا للعلاقات القديمة بين الطرفين وعندما قامت الدولة الفاطمية الشيائية الإسماعيلية في شمال أفريقيا تبنت المذهب الإسماعيلي وطبعا احترمت المذهب الأخرى وحتى في الأزهر أن ما بنوا الأزهر الفاطميون سمحوا لكل المذهب بالتدريس في الأزهر وتبنى العثمانيون بعد ذلك المذهب الحنفي لأنه لم يكن يشترط الإمام أبو حنيفة لم يكن يشترط الخلافة في قريش كما السنة بالذات الحنابلة كانوا جدا يتشددون في هذه النقطة وعموم السنة عموم الحلقة المالكية والشافعية كانوا يؤمنون أن الخلافة في قريش هذا بنى قيدتهم السياسية على هذا الحديث اللي هو مو حديث أساسا الإمام أبو حنيفة كان يقول لا لماذا هو طبعا كان أقرب إلى المعتزلة اللي كان يقولون الإمام الشورى بين عامة المسلمين وليست في عائلة معينة أو قبيلة أو قومية فكان يجيز إمام أبو حنيفة أن واحد فارسي تركي هندي أي واحد كان يتولى الخلافة يصبح خليفة فأثناء فترة الانتقال بين العباسيين وقيام الدولة الأثمانية لا وإنما سياسيا لأنه هذا هو يسمح لهم بتولي السلطة بتولي الخلافة لأنه يجيز خلافة غير القراشيين بينما تبنى الصفويون المذب الاثنى عشري الجعفري الاثنى عشري عندما قامت دولتهم ففرضوا المذب الجعفري على الدولة الإيرانية وبعدها نجيون مثلا الوهابيين السلفيين أيضا يفرضون المذهب الحنبلي في المملكة العربية السعودية القضاة وأئمة الجمعة والجماعة والمساجد وكذا كلهم يصيرون تقريبا مع داس اثناءات قليلة من المذهب الحنبلي يأيدون المذهب الحنبلي كل دولة سيطر فتفرض جماعتها والمذهب ليأيدها ولو هما في البداية قالوا نحن الوهابيون عندما تأسسوا في القرن الثامن عشر قالوا نحن لا نتبنى مذهبا معينا إنما نجتهد ولكن بعد ذلك هما تبنوا المذهب الحنبلي وكما يلاحظ فإن اختيار الحكام لمذاهب معينة وفرض التقليد على الناس أنه خلص هذا يعني التقليد شنو هو الدولة حاكمة هي تفرض قوانين هؤلاء العلماء هيئة كبار العلماء كلهم من مثلا الحنابل والوهابيين وتحريم الاجتهاد والخروج عن المذهب الرسمية المذهب الرسمي بعد ممنوع واحد آخر يفتي بشي آخر ولو الناس مثلا في ظل الدولة العثمانية العلماء الطلاب كان يميلون المشايح كان يميلون المذهب الشافعي في الشام خصوصا وحتى في مصر عندما كان ظل المذهب الشافعي هو الناس يرونه أقرب أو العلماء يعني وأئمة الدولة الدولة تفرض هي المذهب الحنفي كما يلاحظ أن اختيار الحكام لمذاهب معينة يأتي انسجاما مع ثقافة الأصور الوسطى التي كانت تعطي للحكام مسؤولية حماية الدين تعتبرونها الدين متمثل بهذا المذهب ويفرضوه واستغلاله لخدمة السلطات الحاكمة ولم يكن اختيار المذهب خيارا شعبيا عن وعي وقناعة وإيمان ما عدا حالات نادرة جدا طبعا في حالات الصراع السياسي كان مثلا المذهب الشيعي أو المذهب الشيعية الناس كانوا يلتفون حول أهل البيت أكثر فما كانوا يلتزمون بمذهب الحكام ويشكلون قاعدة للثورة وقد أشار ابن حزم إلى هذا العامل عامل الدولة وتبني الدولة للمذهب هو الذي يساعد على انتشار المذهب بقوله مذهبان انتشر في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان مذهب أبي حنيفة فإنه لما ولى الرشيد أبا يوسف القضاء وله القضاء من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل أفريقية قال له هذا كله بيدك القضاء وكان ومذهب مالك أندنابل أندلس كان موجود هذا أيضا انتشر بالسلطة يعني يقول ابن حزم الأندلس فإن يحيى أبن يحيى كان مكينا عند السلطان مقبول القول في القضاء وكان لا يلي قاض في الأندلس إلا بمشورته واختياره مالك كان هذا هو قاض القضاء ولا يشير إلا بأصحابه ومن كانوا على مذهبه والناس سراع إلى الدنيا فأقبلوا على ما يرجون به بلوء أغراضهم الطلبة وكذا يدخلون مدارس الدولة ويتخلون على هذا المذهب ويتمنوا بعد بالتالي يعني عملية يصير فيها أنصر قوة في نشر المذهب وربما نجد في الوصية التي كتبها وزير سلاح الدين الأيوبي ضياء الدين نصر الله ابن محمد ابن الأثير الكاتب مو بن أثير ذاكي مؤرخ هذا واحد ثاني في سنة 637 متوفي هذا كتب وصية إلى المحتسب نجد في هذه الوصية نموذجا على دور السلطان في فرض المذاهب والتعصب لها وقمع الآراء الأخرى حتى سنية يعني حيث يقول في هذه الوصية نحن نأمرك أن تتصفح أحوال الناس في أمر دينهم الذي هو أصمة مالهم وأمر معاشهم الذي يتميز به حرامهم من حلالهم فابدأ أولا بالنظر في العقائد تفتيش عقائد كان موجود فانظر أولا فابدأ أولا بالنظر في العقائد واهدي فيها إلى سبيل الفرقة الناجية الذي هو سبيل واحد فرقة الناجية واحد ما هو أدت فرق وتلك الفرقة هي السلف الصالح الذين لزموا مواطن الحقي فأقاموا وقالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن عداهم شعب دانوا أديانا متفرقين كل واحد في الدين عندي وعبدوا من الأهواء أوثانا واتبعوا ما لم ينزل به الله سلطانا فمن انتهى من هؤلاء إلى فلسفة فاقتله ولا تسمع له قولا ولا تقبل منه صرفا ولا عدلا وليكن قتله على رؤوس الأشهاد ما بين حاضر وبعد تجمع الناس وتقتل هذا يختلف عقيدة عن عقيدتنا يعني في المذهب فما تكدرت الشرائع فما تكدرت الشرائع بمثل مقالته ولا تدنست علومها بمثل أثر جهالته وبعد وما تجده من كتبها أي كتب الفلسفة التي هي سموم ناقعة وآفاء ملففة لا أقول مؤلفة فاستأصل شافتها بالتمزيق كتبهم كل مزقها وفعل بها ما يفعله الله بأهلها من التحريق ولا يقنع كذلك حتى تجتهد في تتبع آثارها والكشف عن مكامل أسرارها فمن وجدت في بيتي أو فمن وجدت في بيتي بكتب الفلسفة مثلا فليأخذ جهارا ولينكل بها أشهارا وأما من تحدث في القدر هي كل مسائل خلافية يعني فكرية أو فقهية أو مذهبية ولكن التعصب كيف كان بهذه الأسور الوسطى وأما من تحدث في القدر وقال فيه بمخالفة نصر خبر اللي هو يعتبره صحيح يعني طبعا فليس فيه شيء من ربقة الإسلام هذا خلص ما إلا علاقة بالإسلام وإن تنسك بمداومة الصلاة والصيام حتى لو كان يصلي ويصوم هذا ليس 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 له تكفير تكفير داعش يعني هذه جذور الدواعش في تراثني يعني بحقيقة التعصب هذا وكذلك يجري الحكم في من قال بالتشبيه والتجسيم ذول الحنابلة يقولون بالتشبيه والتجسيم أن الله جسم مثل الإنسان تقريبا عند أيديين وعيون ورجليين وكذا ويسمع وإذنات هذول أيضا أقضى عليهم أو قال بحدوث القرآن القديم أن هذا القرآن قديم كما يقول الحنابلة أيضا ولكن هذا في الناحية يأيدهم يأخذ قولهم وإذا واحد قال القرآن حادث والله ما كان القرآن سابقا موجود الله أحدثه في زمن النبي مثلا هذا أيضا أقضى عليهم ويتابع هؤلاء قوم خبثت سرائرهم وعميت بصائرهم وعظمت عند الله جرائمهم فخذهم بالتوبة روحوا قلهم توب وإلا إذا ما تابعوا فخذهم عند ذلك بحد الجلد اجلدهم فإن لم ينجح فبحد ذوات الجهد اقتنهم يعني فإن هذه أمراض أمراض عمن لا ترجع لها الإفاقة ولا تبرأ منها إلا الدماء المراقع ما في حل إلا الدماء المراقع وأما الفرقة المدأوة بالرافضة فإنهم أناس ليس لهم من الدين إلا اسمه ولا من الإسلام إلا رسمه خلص حكم عنه طيب هو الإسلام يقبل بالرسم ويقبل بالإسم يعني بس واحد يقول أشهد ولا إله إلا الله محمد رسول الله في زمن النبي النبي كان يعتبره مسلم ويعمل كمسلم ويعرف المنافقين في حياته وفي المدينة وفي الجزيرة كلها فقط قول أنا مسلم وصلي شهد الشهداتين هذا صار في عهد التعصب الطائفي لا ما يفيد ما يكفي يعني أنا واحد يقول أنا مسلم ويصلي ويصوم لا أبحث ببعضنا شوف شنو هذا عقيدته وهذا خلص حكم عليهم بحكم عام وأمر رافضها في ذلك أصلاً معلوم علاقة بالإسلام هذا كاتب صلاح الدين اللي هو ضياء الدين نصر الله ابن محمد ابن الأثير الكاتب متوفر في سنة 637 في القرن السابع الهجري هاي مقدمات انهيار الأمة الإسلامية عندما نتعصب ونصفي جماعتنا ونصفي الآخرين وما نتحمل أي اختلاف بالرأي ويصير ونقوم بمذابح بعدين مذابح وقتل وإراقة دماء فالأمة الإسلامية كلها تضعف وبالتالي يعني تنهار وبالتالي العدو بسهولة يسيطر علينا مع الأسف الشديد هذه هي مقدمات الحروب الصليبية أيضا وكما فعل صلاح الدين قام حكاماً آخرون مثل الصفويين والعثمانيين بفرض مذهب معين ومحاربة المذاهب الأخرى وإقصائها من الساحة أيضاً هذا التاريخ موجود طويل أنا جبت لكم فقط نموذج صارخ على الأنف والتعصب لمذهب معين وقتل كل هذا قتل الألماء وحرق الكتب وحكم بأعدام الجميع هذا عامل أول وهو عامل تبني السلطة لمذهب معين فطبعاً الطلبة والشيوخ اللي ينشأون في هالمدارس سيكونون من نفس الخط هذا العامل الثاني هو الجمود وغلق باب الإجتهاد هذا عامل ذاتي عند الألماء خلص نطور على هذه الإجتهادات وعلى هذه النظريات و بعدما يستطيع الفكر بشي آخر